دعت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى اعتماد أظمة غذائية ذكية بمواجهة أخطر عملية جفاف في العراق منذ أربعين عاماً ما أدى إلى تدهور الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة ملوحة المياه والتربة وخسارة كبيرة لسبل العيش وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي إن العراق لا يزال من أكثر البلدان تأثراً على مستوى العالم بالأثار الضارة لتغير المناخ وقد لا يكون المستقبل واعداً للمزارعين إذ يؤثر تغير المناخ بشكل غير متناسب على فقراء الريف ومحاصيلهم الزراعية ولأن 20% من القوى العاملة في العراق تعمل بالقطاع الزراعي اعتبر ممثل منظمة الأغذية أن التنمية الزراعية أمر بالغ الأهمية للسماح للعراق بتحقيق رؤية اقتصاد أكثر تنوعاً مع تمكين الفئات الأكثر ضعفاً في العراق بما في ذلك النساء والشباب من خلال التحول إلى أنظمة أغذية زراعية أكثر كفاءة وشمولية واستدامة ومرونة ترجمة نانسي قنقر